نتحدث عن مزيد من الاختراقات العسكرية التي حققتها قوات الجيش اليمني ضد هذه الميليشيات واستعادت الكثير من المناطق ومنها مديريات تعد يعني مناطق استراتيجية بكل الأحوال اختراق عسكري حققته قوات الجيش الوطني بسيطرتها على عسيلان هذا الاختراق من شأنه التأثير إيجابا على جبهة مأرب والبيضاء وتحقيق توازن استراتيجي سياسي في إدارة المغارك فالسيطرة على عسيلان التي تبلغ مساحتها أكثر من ثلاثة ألاف كيلومتر مربع خطوة مهمة نحو تحرير بقية مناطق شبوة والتقدم لإسناد مأرب فهو يمهد الطريق للتوجه نحو بيحان العليا ووادي خير وصولا إلى عقبة القنذع ومديرية عين ومن بعدها يفتح باتجاه استعادة مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب ومديريتي الجوبة وجبل مراد في المحافظة نفسها وبحسب خبراء فأن تلك المناطق متداخلة وترتبط بطرق متعددة تجمع ثلاثة محافظات هي مأرب شبوة والبيضاء أما السيطرة على هذه المناطق وفق مصادر يمنية فتعني تحييد طريق الإمداد الحوثية القادمة من البيضاء لتقتصر على طريق واحد هو خط المناقل قانية البيضاء وفي حال تحقيق هذا التقدم سيرفع الضغط عن مأرب ويسهل التقدم في الواقع نحوها باعتماد استراتيجية خنق الميليشيات من الخلف وأكدت مصادر يمنية أن سبب التقدم في عسيلان كانت تعزيزات العسكرية التي دفع بها إلى شبوة مع العلم أن 20% من هذه القوات فقط شاركت في الهجوم غير أن خبراء حذروا من صعوبة المعارك في مديريتي بيحان وعين لاعتبار طبيعتها الجبلية المعقدة وتحظى محافظة شبوة بهمية استراتيجية بسبب مواردها الطبيعية إذ تحوي كبريات شركات تسييل الغاز في اليمن والحقول النفطية كما تضم أيضا ميناءين لتصدير الغاز والنفط مطلين على بحر العرب إلى جانب أهمية موقعها الجغرافي بين شرق البلاد وغربها والرابط بين أربع محافظات وتسيطر الميليشيات على مناطق واسعة من محافظتين منها هما مأرب والبيضاء ترجمة نانسي قنقر